موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم مثار جدل في حلقة خصصناها لظاهرة منتشرة في المجتمعات منذ القدم وهي ظاهرة الخرافة التي لا يكاد يخلو منها زمان أو مكان أو مجتمع أغلب العادات والتقاليد لدى الشعوب مرتبطة بخرافات وأساطير ومن ذلك مسك الخشب لإبعاد الحسد رش الملح لطرد الجن إلقاء فتاة في النهر لمنع الفيضان حتى يوم العرس والزفاف لم يخلو من خرافات بعضها مؤلم دعونا نشاهد هذا الفيديو هذي الثالثة لازم يسنع هذي عقوبة يمحطها لها تسف يصوعها اي فبعد ما الصوع هذي خلاص يعني ما دلش ريصير عقوبة تغزغرتون ويتونسون لكن مثل هذا والله نثر رموشها ونثر حواجبها ولكن عداد تقاليد شاهدتم هذه بعض التقاليد في أعراس والله عن جد أنا بحكي عن جد لا أستطيع أتحمل هذه العادات والتقاليد الخرافية بإهانة العروس يوم زفافها يوم فرحتها هناك خرافة أنه لا بد من أن يلطمها كفا في وجهها حتى تعترف له بالسيادة وبالقوة هذه عادة موجودة في دول كثيرة يعني للأسف في دول عربية وإسلامية كمان إذن مشاهدين الكرام لولا محدودية الوقت لأريناكم عجائب وغرائب الخرافات المرتبطة بالأعراس في أغلب بقاع الأرض في أفريقيا وآسيا وأوروبا في كل الدول العالم ومنها منع رفع قدم العروس من الأرض حتى لا يتخطفها الجن تمشي هكذا العريس المرأة العروس عفوا فلا ترفع رجلها حتى لا تخطفها الجن في عادة أخرى في بعض الدول تظل العروس المرأة العروس وأمها وجدتها يبكين لمدة شهر كامل هذا تقاليد في بعض الدول يمنع العروس والعريس من دخول الحمام لمدة ثلاث أيام لماذا؟ قالوا لجلب السعادة وإنجاب الأطفال وغير ذلك من الخرافات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمعات التي تحافظ عليها لتأكيد هويتها وانتماءاتها يعني للأسف هذه الشعوب تحافظ على مثل هذه العادات لتؤكد أنها أصيلة من هذا البلد ومن هذا المجتمع وتتوارث هذه العادات أبا عن جد لكن لكن الخرافات تكون مثار جدل ومحل اهتمام ومبعث خطورة عندما ترتبط بالأديان ومنها ديننا الإسلامي يتمثرس البعض لتبريرها والدفاع عنها بسم الله وتحت مبرر نصرة الإسلام والشريعة وحماية سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل هناك من يجعل لخرافاته استحقاقات في الحكم والولاية ونهب أموال الخمس وإلى غير ذلك موضوعنا إذن هو الخرافة والدين وليست الخرافات الاجتماعية بشكل عام موضوعنا فقط الخرافة والدين في برنامج مثار جدل فاصل ونعود رحبوا معنا بضيفنا الكريم الدكتور عبدالله القيسي دكتوراه في الفقه ومقاسد الشريعة وباحث في الفكر والتقديد وفلسفة الدين له عدة كتب منها عودة القرآن وميزان المصالح والمفاسد الدولة المدنية من منظور إسلامي وغيرها من الكتب رحبوا أيضا معنا بالجمهور الكريم ونخص الجميع طبعا بلا استثناء ولكن أيضا لدينا باحث في الفكر السياسي وفلسفة العلوم الطبيعية مجيد بن منحم طالب كلية الطب سنة رابعة لديه رؤية في هذه القضايا نرحب أيضا بالجمهور الكريم من الباحثين والمهتمين والشباب والشابات فأهلا وسهلا بكم جميعا وقبل أن نبدأ الحوار نشاهد بعض هذه الخرافات في هذه الفيديوهات فتعالوا معنا معلوماتنا يا مينيا الآن مشاهدنا سنتحدث عن بئر برهوت بين الأساطير والتفسيرات العلمية هو بئر عميق لاقع رده معروف نسجد حوله الأساطير والقصص المرعبة وسط غموض في الحقيقة والتفاصيل تقع البئر في منطقة فيجوت بمديرية الشحن في محافظة المهرة وتداول أهل المنطقة روايات متباينة الرجل نزل إليها مربوطا بحبل ولم يعد إلا نصف جثة وعن إمرأة أيضا كانت ترعى الأغرام ووضعت ابنها بالقرب من هذا البئر الذي تشاهدونه في هذه الشاشة الآن وبعد قليل اختفى ابنها الرضيع والذي كان رضيعا في مهده أحدهم يقول أن فتحة البئر سيخرج منها يوم القيامة المعذبون في الآخرة ويقول المواطنون أن البئر وجدت قبل التاريخ وغيرها من الأقاويل والإشاعات التي قد تكون صحيحة وقد تكون مغلوطة أو حتى مجرد حكاوي ويستند سكان المنطقة في رواياتهم على العديد من الأحاديث النبوية التي ذكرت هذا البئر وحددت مكانه وإسمه وصفته بأنه أبغض البقاع إلى الله تعالى ومأواه أسود منتن يأوي إليه أرواح الكفار ترجمة نانسي قنقر النموذج الأول نموذج بئر برهوت طبعاً بغض النظر هناك تباين في وجهات النظر هل هو في المهرة في اليمن أم في حضر موت اليمن هناك اختلاف هل هو في المهرة أم في حضر موت وهل هو نفس هذا البئر الذي دخله الفريق العماني ودخلوا إلى قاعه وصلوا إلى القاع واكتشفوا أنه بئر فيه من العجائب والغرائب أين المشكلة؟ المشكلة ليست هل هو في حضر موت أو في المهرة المشكلة أنه إعطاء أي شيء من هذه الأشياء وهذا البئر صابغة خرافية دينية يجعل يثير أشياء كثيرة جداً يعني أن يوصف بأن فيه جن وأن يوصف بأنه شربق على الأرض وأن يوصف وأن يوصف وأن يوصف ثم يأتي الفريق العماني ويدخلون له وما في أي مشكلة وأيضاً ربما يبنع من استغلاله منتجعاً سياحياً ربما يدروا على البلد الإرادات الممتازة فهذه مشكلة مشكلة الخرافة عندما تؤصل بالدين طبعاً علماً بأن علماء الحديث الحديثين وأنا اطلعت على كثير من أقوالهم يرون أن كل أحاديث بئر برهوت ضعيفة هناك يرون أن هناك حديث واحد صغير حسن يعني فيه نسبة من التحسين حسن فقط هذا الموضوع ليس هنا مشكلتنا لأن الشعب والمجتمع ليس محققاً سيحقق وسيدقق في صحة الحديث والرواية الخطورة في أن له صبغة دينية تنتشر في أوساط الناس دون توضيح ودون بيان من المجتمع دعونا ننظر الآن إلى فيديو آخر في ما يتعلق ب أخبره عمر بالعاص بما سار وما ولعلمكم ترى بن كثير هذه الفائدة استطراداً لما تولى عمر بالعاص كتب العمر بالخطاب إن نهر النيل قد طغى علينا طغياناً زائداً وجرف كثير من المنازل والبيوت وكان الناس يقدمونه هذا عمل جهلي فتاة فماذا أفعل؟ يقول أنا أبني ولا كيف أتصرف نهر النيل زاد يعني أصبح في مد فكتب عمر بالخطاب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بالخطاب إلى نهر النيل أما بعد هذا السالة من عمر بالعاص بنهر النيل من عمر بالخطاب إن كنت تجري بأمرك فجر كما شئت وإن كنت تجري بأمر الله فإن يعيذك بسم الله ألا تطعى على عباد الله قال إذا تذكر رسالتي هذا فضعها في نهر النيل فأخذها عمر بالعاص رسالة ورمى بها في النهر فانخفض بإذن الله وهذا نموذج آخر من تأصيل الخرافة كيف؟ نحن نؤمن بأن هنا قد تكون هناك ما يسمى بالكرامات الشخصية لأشخاص ولكن اعتمادها منهج واعتمادها أداة من أدوات الفعل هنا الخطورة يعني وترويق لها سيتيح لمشعوذين آخرين لنفترض أنك تؤمن بهذه القصة نفترض أن شخصا يؤمن بهذه القصة مقرد ما تعتماد ما الذي يجعل الآخرين لا يفتعلون قصص أخرى في تأصيل هذه الكرامات الأمر الآخر تأصيل للكرامات فقط لا غير للمعجزات فقط لا غير وبتالي ينسحب الفعل والتأثير وأخذ الأسباب في صناعة الحدث دعونا ننظر الآن إلى فيديو آخر بعكس البرص هذا البرص يلعنه الله هذا مبغض لأهل البيت مبغض عجيب هذا الخبيث هذا رواية عن الإمام الصادق واحد جالس يمه وهذا البرص هذا على الجذار يطلع لسانه يقول الإمام الصادق الذي جالس يمه يقول أتعرف ما يقول قال يقول إن سببتم عثماننا سببنا عليكم هذا هذا نعصبي خبيث ملعون هذا شكل عجيب خبيث هذا خبيث ملعون هذا يوم هذا النمرود بن كنعال عنه الله أشعل النار يريد يحرق فيها نبي الله إبراهيم هذا البرص يسوي الكلف هذا هذا يروح إلى الصحراء يجيب أعوات صغيرة يجيب يرميها في النار هذا الملعون هذا موجود في قصص الأنبي بعكس الضفدع هذا الضفدع تشوف جلدها كأنه محروق بعكس هذا الضفدع جلدها كأنه محروق شوف هذا شو تسوي هذه هذه مؤمنة بالله هذه يوم أشعلت النار لحق نبي الله إبراهيم تروح إلى النهر وتعبنا في السماء تجيب ترمي بنفسه في النار حتى تطفي النار عن نبي الله إبراهيم هذه موالية لهذا أهل البيت روايات عنهم كراهة قد شبه دعا لكن استحباب قتل ذاك الخبيث الكلاب والخناصير والقردة هذه كلها مبغضة لأهل البيت معادية لأهل البيت ففي حيوانات معادية وفي حيوانات مبغضة حتى في النباتات حتى في النباتات ما طاب طعمه موال لأهل البيت وما خبث طعمه مبغض لأهل البيت لا تعليق يعني سمعتم كيف أنه حشرات أو زواحف أو أو حشرتها الخرافة في آل البيت وعدم آل البيت والولاء والبراء والآخر والمؤامرات على المسلمين والمؤامرات على المؤمنين ذاك البرص كان يأتي بالعيدان لإحراق إبراهيم وتلك الضفدع لأنها موالية فتأتي خطورتها يا شباب أنتم الآن قد لا تشعروا بخطورتها لأنه صار أنت متعلم ماجستير دكتوراه ما شاء الله عليكم ماجستير أعصاب إلى آخره لكن تخيلوا هذا الخطاب يحشى به المجتمع بنسبة الأمية المنتشرة النسبة الأمية في بعض الدول تصل إلى تسعين في المائة تخيلوا في دولة إسلامية تعداد سكانها ما يقارب مئة مليون تصل نسبة الأمية فيها إلى تسعين في المائة نسبة الأمية عندنا في اليمن ما يقارب خمسين في المائة نسبة الأمية في سوريا تقريبا العراق تقريبا الآن ارتفعت الأمية في العراق العراق الذي كان نموذج للتعليم بسبب هذا الخطاب وبسبب أسباب أخرى الأمية اليوم تقددت فتخيلوا أميا مجتمع أمي خمسين ستين سبعين ثمانين في المائة يحشى بهذه الخرافات باسم الدين والمجتمعات العربية والإسلامية عاطفتها جياشة مع الدين تتقبل أي عاطفة مع الدين وبالتالي تستغل هذه العاطفة فتحشى بهذه الخرافات على كل حال نبدأ بنقاشنا مع الجمهور الكريم ونبدأ مع طالب كلية الطب وباحث في الفلسفة قارئ نهم في الفلسفة واخترناه لهذا السبب نسمع من مجيد تعليقك حول ما شاهدته من فيديوهات أستاذ مجيد شكرا على الاستضافة الدين عبر التاريخ أي دين سواء الزرادشتية الطاوية المسيحية اليهودية هو يتكون من ثلاثة ركائز أساسية الخرافة والشرائع والطقوس والشرائع والطقوس هذا الركائز الثلاثة بمعنى أنه لا نستطيع إيجاد دين بلا خرافة لو نزعنا الخرافة من الدين أصبح نظرية علمية فالدين والخرافة هي ركيزة أساسية الخرافة أو الأسطورة هي ركيزة أساسية في الدين لأن الخرافة تعطي منظور للتصور والإدراك لمعتنقيها يعني من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون من هم أعدائنا من هم أصدقائنا ما معنى وجودنا يعني توجد الهدف المعنى من الوجود برمته هذه اللي تحققها الخرافة تعبيها الخرافات أيو الخرافة أي أي دين لو درسنا لو تفحصنا كل الأديان كل الأديان الإسلام والمسيحية والليهودية وغيرها كل الأديان أيوه هو ركن أساسي أيوه مكون رئيسي الخرافة مكون رئيسي من ركيز أساسي إذا أنت ترى هذا أمر طبيعي يعني لا طبيعي في أنه خطاب ديني طبيعي لأنه الثلثة الأول الثلثة الخرافة طبعا 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 طيب سأعود إليك خلينا نسمع رأي آخر أما بعض المظاهر الشاذة هذه هذه يقول عنها أبو علم النفس سيغموند فرود أنه بعض الخرافات بعض الخرافات مرتبطة باللاوعي أو الرغبات المكبوتة في الفرد أما طالبه كاريل يونغ يقول أنه مرتبطة بالوعي الجمعي جميل إذا متطلبة باحتياجات وطلبات وبالوعي الجمعي نعم لا نستطيع أن نفصلها ممتاز خلينا نسمع رأي آخر تفضل أستاذ أولا الدين خاصة الإسلامي ليس من مكوناته الخرافة هذه نقطة لا سأتي إلى الرد أولا تعليقك ثم إذا تريد أن تضيف شيء نعم بالنسبة للفيديوهات نعم الخرافة موجودة سببها الجهل والفيديوهات هذه إنما نقطة بسيطة من الخرافة ولكن لكي لا تدخل الخرافة في الكرامات يوجد كرامات الله سبحانه وتعالى أيضا ذكرها من كرامات مثل الخضر وغيره وهذه ما ذكرها الشيخ عن قصة نقطة نظام لكن لكي لا نقطة نظام لكي لا ندخل نقطة نظام نقطة نظام نقطة نظام ما ذكر في القرآن الكريم لدينا نحن كمسلمين هذا معتمد لا نقاش لحظة لا عشان نفرق ولهذا أنا بالنسبة لأنا كمسلم مطلقا لا أعتبر ما ذكر في القرآن الكريم خرافة مطلقا أعتبره حق مطلق نعم أنا أحدثك عن الخرافة عندما يستدل بها من غير القرآن الكريم وحتى من غير السنة الصحيحة عند معايير السنة فضل نعم أردت فقط توضيح لكي لا تتداخل المصطلحات أما الخرافة فهي باطلة جدا وهي إنما أساسها الجهل لا أقول لك هكوم لي على الخرافة نعم رأيك في رأي الخطاب الذي نعم أنا منافي استمد على الخرافة والترويق لها لاستعطاف المتدين نعم أنا منافي لهذه الخرافات وأقف ضدها بكل ما آتاني الله شكرا لك فضل أستاذ أولا بالنسبة للخرافة أنا أظن أنه ليس هناك أحد في العالم ممكن أن يؤمن بالخرافات كخرافة بمعناها الحقيقي كيف وهو يعرف أنها خرافة لا لا خلاص بس عن ذلك ممتاز يا سلام رائع لا لا اضع النقاش يكون ممتاز طيب وستتحدث جميل لكن للأسف يا أستاذ هذا الخطاب يجعل منها دين وبالتالي المتلقي المتلقي لا مستحيل يقول لك خرافة شيخ قالها فضل هو نقل قصة ليس فيها جانب شرعي أو تشريعي يعني كأن ينبني عليها حكم أو لا الشياء الثاني إن كانت نقلت أولا نحن نؤمن بموضوع النقل الصحيح المتواتر إن وصل إلينا على هذا الشكل فهو صحيح حقا حقا نعم الصحيح النقل الصحيح المتواتر ما ليضمن لأنه صحيح أساسا القرآن إن كنت تؤمن به حقيقة وأن كل ما فيه لا يستخرفه هو نقل إلينا بالنقل المتواتر إن نقلت السنة كذلك لا 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 فرق لا 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 نعم لحظة بليس القرآن أولا لم ينقل لنا نقلا نقل مصحفا هذا رقم واحد فقد دون المصحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خليني يكمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كتب الصحابة القرآن الكريم لحظة وكان كل صحابة يكتبون الآيات والسور التي يطلعون عليها ثم قمعت في زمن الرعيل الأول اللي هو الخلفاء الراشدين ولسه الصحابة الأحياء الذين سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن الكريم ويرتله ويصلي به في الصلاة لا زالوا لأنه في خرافة كثيرة تنسب للقرآن بأن هناك سور سقطت وأن هناك آيات سقطت وأن هناك إلى غير ذلك فسنأتي لها لكن أنا أحدثك حتى نفرق ما بين السنة والقرآن الأمر الآخر لحظة الأمر الآخر القرآن الكريم نقل لنا تواتر أمة عن أمة وليس أفراد عشرين ثلاثين أمة عن أمة بمعنى ما يقرأ في المساجد كلها وبالتالي ينقل إلى المساجد وينقل بالملايين وليس بالآلاف المؤلفة قصد حتى لا نتعصب للسنة فنضعها بمنزلة القرآن الكريم سنضر القرآن تضل يا أستاذي صحيح أنه نقل القرآن أمة عن أمة لكن أولا القرآن هو لم يكن مصحفا واحدا بل كان ستة مصاحف فإن كنت تعترف أن القرآن سبع قراءات صحيح سبع قراءات أكثر من خمسة عشر فضل تمام لا الصحيحة المتواترة قل معتمد عند البعض صحيح إذن لم يكتب كله في هذه الستة المصاحف التي توزعت إلى الأقطار هو كتب مصحف واحد وبقراءة واحدة ربما رأيك في هذه الخرافة فضل خلاص رأيي أولا في مسألة برهوت كما ذكرتم الموضوع فيها الحديث هو من ناحية إجمالية ضعيف قد قلنا هذا الكلام وورد أنه حسن ولكن الإضافة أو المتابعة فيه هي لم تكن على الجزء الثاني في موضوع البرهوت قلنا ضعيف ضعيف الحديث خلاص طيب إن كان يوجد فيه جن وإن كان يوجد فيه أرواح وإن كان شر المياه أو شر بقاع الأرض لنفترض هكذا أليس الحمام أعزكم الله يا أحبة أليس الحمام هو من شر الأماكن في الأرض لا نعم هذا موجود من قال هذا الكلام الخلاء من قال أنه شر مكان في الأرض يعني إذا الخلان أضفته وإيش فيه يعني ليس مسألة النظافة سأعودك فائدة نعم هل تعرف أن العلماء لم يتفقوا على تحريم ذكر الله في الحمام ولهذا قال أحدهم ليتهم حرموا ما حرموا حتى على كلها سأعود إليك سأتي إليك سأتي إليك كان عندي في موضع الجن في موضع الجن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أريد في البداية أن أضع الصورة الواضحة ثم بقيت التفاصيل لا مشكلة إن قاطعتني فيها فضل اشتباك بينما طرح الأخ مجيد لأنه مهم جدا أن نقول هذا عندنا حق صح نراه حق لكن آخر يراه خرافة ونحتاج إلى فلسفة لهذا الموضوع والتصوير الدقيق له أولا ما هي الخرافة ما هو التعريف للخرافة الخرافة هي اعتقاد ينبني على تخيل لا يرتبط بسبب منطقي أو عقلاني يعني إنسان يسوي شيء نرى أنه لا يوجد رابط منطقي أو عقلاني الدين ما هو الدين الدين ثلاثة أشياء بس يحكي للمتخل خرافة هي تصورات لعالم الغيب ونظم تحكم عالم الشهادة نظم أخلاقية ونظم ترتب العلاقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة ولأن الدين أساسا يكون فلسفة على ثلاثة عناصر رئيسية التي هي التوازن عند الإنسان بين الجانب المادي الجسدي والروحي فإذا أغفلنا البعد الروحي ونظرنا إلى البعد المادي فقط لا يحدث هذا التوازن عند الإنسان ولا نستطيع أن نفسر الإنسان في هذا الوجود بشكل متسك ودقيق إذا أغفلنا هذا الجانب هذا الجانب يأتي عن طريق الدين البعد الثاني أو التوازن الثاني هو الاعتراف بوجود مطلق في هذا الكون مقابل هذا النسبي نحن النسبيون في هذا الكون والنسبي هو الذي يحتاج إلى غيره كلنا نسبيون فما دمنا نحتاج إلى الغير فهناك مطلق المطلق هو الله الدين هو الذي يقول لنا هناك إله إذن هذا التوازن الثاني الذي يخلقها الدين التوازن الثالث أن هذه الحياة ليستها الأبدية لأن هناك ناس يظلمون ولا يجازون وهناك يحسنون ولا يجازون فلها امتداد كما قال أيضا لفلسف هذا الموضوع هو كانت لابد من حياة امتداد لهذه الحياة كي يكتمل مفهوم العدل الموجود في أعماقنا طيب إذن هذه الأركان الأساسية للدين الدين في أحد عناصر اللي هي في التصورات اللي هي في باب العكاية في عالم الغيب من هنا تتسرب الخرافة كيف؟ أيها هذا المجال في نسبة معينة منه لابد أن نؤمن بها ونسميها إيمان إذا زادت هذه النسبة البسيطة دخلنا في الخرافة طيب سيقول قائل ولماذا احتجنا من الأساس إلى هذه النسبة البسيطة في جرعة الإيمان وفتحنا الباب للخرافة ما دام بنعتبر كلها مرتبطة بالدين نقول الإنسان بدون هذا الهامش بدون هذه التصورات النسبة النسبة من الإيمان وهي نسبة ضيقة محدودة لن يستطيع أن ينسجم مع هذا الكون لأن هذا الكون شئنا أم أبينا فيه عالم غيبي لا ندركه يؤثر فينا أيها وكل الأطروحات الإلحادية طبعا هي تستند إلى النظرية المادية لتفسير الكون والإنسان والنظرية المادية إذا وضعناها أمام النظرية الإيمانية لا أقول أن النظرية الإيمانية استطاعت أن تجيب على كل الأسئلة الموجودة في الحياة هناك أسئلة لم تجيب عليها ونعتبر الجزء من الاختبار طيب وأيضا النظرية المادية لم تستطع أن تجيب على الإنسان في كل تفسيراته ما هو الفارق؟ الفارق هو فارق النقاط أن النظرية الإيمانية استطاعت أن تجيب على أكثر الأسئلة أكثر من النظرية المادية النظرية المادية بكت فيها ثغرات لم تؤطي هذا الإنسان معنى للحياة غاية للحياة هدف وجودها الأول كيف إلى أين سيذهب لم تستطع وهذه أسئلة مؤرقة للإنسان وفي أعماكه إذن هذه الجرعة من الإيمان جميل من أين تأتينا؟ نحن لا نستطيع بهذا العقل المركب فينا أن نصل إليها غاية ما يستطيع العقل الإنساني عن طريق البرهان الذي هو طريق الفلاسفة أن يوصل إلى أشياء ليست يقينية أو ليست يعني لها درجة عالية من الإيمان أنه هناك إله مثلا ولكن لن يدرك صفاته أو بتفاصيل أو ما الذي يريد منه ولكن المؤمن هنا يأتي الوحي وظيفة الوحي تسد هذه الثغرة أي وحي تسد ثغرة أن هناك جانب نحتاجك كتصور لهذا الكون كي ننسجن في الحياة وننطلق فيها هو هذا الإيمان وهذا الوحي لو دخل فيه ما ليس منه يعني بندخل في عالم الخرافة هذه النسبة من الوحي المؤمنون لا يعتبرونها خرافة بذل طيب الملحدون يرونها أيضا إذن دعنا هنا نتوقف دكتور وسأعود إليك إذن ممتاز جميل تأصيل جدا مقنع وهو أن أنا كمؤمن كمسلم مؤمن بالوحي تقول لي لماذا تعترض علي ليس من شأنك أنا مؤمن واختبرت هذا الوحي أنا بصورة أو بأخرى فوقدته حقا فآمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بالقرآن الكريم كلام الله الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وآمنت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا ورحمة وهاديا وغير ذلك ومن ثم بقيت في هذه المنطقة منطقة الإيمان هنا ممتاز جدا ما في أي مشكلة المشكلة فقط لا غير بعد ذلك في الإيغال في التفاصيل والخروج عن ما كان وحيا إلى ما تحول إلى أمور أخرى إذن دعونا أولا يعني قبل أن أذهب إلى فاصل دكتور باختصار أرجوك أين تكمن خطورة الخرافة في الدين يعني خطورة الخرافة المتدينة أو التي يدينها البعض أو يعتمد على الدين في تأصيلها شو بتركيز هنا أين تكمن القطور نحن قلنا النوع التصورات الذي هو الإيمان أي زيادة فيه يدخل في الخرافة كيف ضبطوها السابقين من العلماء الجيل الأول وخاصة المتكلمين ومنهم على رأسهم المعتزلة ضبطوها قالوا لن نقبل في العقائد إلا ما كان دليله قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقطعي الثبوت سد والباب أمام أي رواية قد تأتي وتتحدث عن شيء غيبي وقطعي الدلالة سد الباب على آيات قد تحتمل معنات تأويلات وتفسيرات فقالوا لا تجي تقول لي مثلا يعني كمثال في القرآن شفاء يقول لأحد خلاصنا بقو معالش في القرآن قل لك لا هذه دلالتها منهم من قال أكثر من دلالة شفاء روحي شفاء معنوي إذن هذا حتى لا ندخل فسدوا هذا الباب لا يعتمد في العقائد نعم جميل وحتى أيضا في نظام العبادات علشان ما تزددش لنا عبادات وتخيلات أيوة فكرة البدعة رهبانية نبتدعوها البدعة هي تشبه مع حق الوحي الديب فريز البرنامج اللي في الكمبيوتر يحمل موجود فلا يسمح بدخول شيء إلى داخله ولا يسمح بخروج شيء منه لأنه مطلوب هذا البرنامج بهذه الصورة إن زادت عليه فهي أشبه بالفيروسات الذي تثقله وإن يعني أخرجنا منه تعطل أيضا الجهاز إذن ترى أن خطورة هذه الخرافات في أنها أولا تثقل العقل الإسلامي فلا يستطيع أن ينطلق في التفكير أيوة لأنه لو لم يتجاوز الإنسان خرافات معينة لما وصلنا إلى الاكتشافات العلمية الكثيرة جدا لأنه تكف الخرافة عائق أمام البحث العلمي نعم والنقطة الرئيسية التي يدخل منها هذا المجال في الفكرة الإسلامية تحديدا هي مسألة الجن لأنه مسألة وجود إله فكرة الإله في الدين الإسلامي سدت الخرافات على الأديان كلها لماذا؟ لأن فكرة الإله في الدين الإسلامي إله مجرد ليس كمثله شيء لا يتشخص في شيء لا يحس في شيء فلو نزل وحس في شيء مثل بكية الأديان تتسرب الخرافة لكن لما كان هناك إله مجرد ليس كمثله شيء شكرا لك دكتور إذن دعونا نذهب إلى فاصل ونعود أخطر ما في تلك الخرافات هي أولا تشوه صورة ديننا الإسلامي وثانيا شككت تلك الخرافات بمكانة العقل في الإسلام العقل الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه ومسمياته ومرادفاته ووظائفه ما يقارب من خمسمائة أو تسعة وعشرين مرة وبسبب تلك الخرافات أصبح البعض يصف مخالفه بأنه عقلاني وكأنها تومة إذا أراد أن يذمه أو يشكك بالتزامه وثالثا من خطورة تلك الخرافات أنها تعتمد على روايات تتعارض مع القرآن الكريم حتى أصبح مصطلح قرآني مذمة لأنه يريد أن يوسع موضوع المصدر وتهمة يطلقها متعصبو الروايات على مخالفهم ورابعا من خطورة تلك الخرافات أيضا أنها تعتمد على تفسير البشر واقتهاداتهم لتجعل منها دينا تلزم به الناس متناسية أنهم بشر يخطئون ويصيبون ويأخذ من كلامهم ويرد وخامسا أيضا تشكل تلك الخرافات ثغرة يغرر بها أو يغرر بها المشككون بالدين الإسلامي ليثبتوا مبررات إلحادهم أو تركهم الدين وربما تأثر بهم محدودو العلم والمعرفة وسادسا يستخدمها تلك الخرافات البعض في تعبيد الشعوب والسيطرة عليهم ونهب أموالهم وغير ذلك مشاهدين الكرام نعود إلى جمهورنا الكريم لنسألهم سؤال مهم ما الحل في التخلص من تلك الخرافات المرتبطة بالدين نبدأ بالأستاذ مجيد تفضل أستاذ مجيد يعني ما الحل من وجهة نظرك مع أنك قلت طبعا أنت في البداية سديت ربما الأمور بأن الخرافة مكون رئيس في الدين خرافة وتشريعات و فروض و ممتاز إذن هل يمكن أن نحرر الأديان أو الدين من الخرافة؟ فضل أستاذ مجيد لا يمكن أن نحرر الأديان من الخرافة لا يمكن أن نحرر أي دين من نزعتها الخرافية لأنه هي إحدى ركائز أنا زي ما قلت لم أقل أنا وإنما كثير بعلماء انثر بيولوجيا علماء اجتماع فلاسفة كثير أكدوا على أنه إحدى ركائز الثلاث لأي ديني الخرافة إنما نحن الآن في هذا العصر نشهد تراجع للدين وبالتالي تراجع للخرافة وصعود للعلم فهذه المظاهر هي مسألة وقت أنا باعتقادة لأنه إحنا نشهد زي ما قلت صعود صعود كبير للعلم فسر مجيد قبل أن أنتقل للآخرين لنسألهم في موضوع كيف نحرر الدين والخطاب الديني من الخرافة هذه الفرضية التي يطرحها البعض أن هناك تراجع في موضوع الدين الأرقام تدحضها تماما الدين وليس الإيمان أنا أتفك معك على سبيل المثال إن قصدت بها الأديان الأخرى فربما نتفق أن هناك انحسار لكن الدين الإسلامي واضح تماما بأنه ينتشر جدا اليوم الدين الإسلامي في كثير من الدول أوروبا الدين الثاني ينتشر هناك لأنه في هناك استطلاع بينما لو أجريت استطلاع في اليمن تشوف أنه كثير ربما يعني نسبة مهولة يتراجع عن الدين بالضبط بالضبط الموجة هي تتجه كذا طيب ماذا يعني؟ تراجع للدين وليس الإيمان لأنه في فرق كبير بين لا أنا لا أتحدث عن الإيمان أتحدث عن الدين الإسلامي يعني الدخول بالدين الإسلامي لا أحنا نشهد في هذا العصر تراجع كبير للدينات يعني هكذا أنت ترى وصعود للعلم جميل وصعود للعلم تفضل أستاذ زميلك يرى بأنه أولا كيف نحرر الخطاب الديني والدين من الخرافة وثانيا إذا كان لديك تعليق يرى الأستاذ مقيد بأنه سيتحرر الإنسان من الخرافة يوم أن يتحرر من الدين أليس كذلك؟ لأنها مكون رئيسي من الدين تفضل أنا باعتقاد أنه لا يمكن في أي زمن من الأزمن وفي أي فترة من الفترات تحرير العقل البشري من الخرافة الخرافة هي متوفرة في كل زمن وفي كل مكان إلا أنه نستطيع في زمن من الأزمن التخفيف من الخرافة التخفيف من الخرافة ممتاز الخرافة يعني هي ضد العلم ضد التفكير العقلاني الخرافة مساوية للجهل أي مجتمع أكثر فيه الجهل ويوجد فيه الجهل توجد فيه الخرافة هذا شيء ملازم لها بس لحظة لحظة لو سألنا الأستاذة من العراق وطفل المكرفون العراق يا أستاذ نور كانت نسبة الأمية ربما تقترب من الأرقام الدنيا جدا ونسبة التعليم مرتفعة جدا واليوم ربما هناك خطاب واضح فهل السؤال الأول هل توافقين على أن نسبة الخرافة زادت في الخطاب الديني في العراق كسؤال وما هي أسباب ذلك أنا أعتقد الأشخاص اللي يلقون إذا الفرضية خطا قولي خطا لا أنا أتفق أتفقي أن نسبة الخرافة في الخطاب الديني في العراق زادت وذلك لأسباب في نفوسهم يعني يوجد أسباب موجودة في نفوس الأشخاص الذين يلقون هذه الأشياء وهذه الخرافات من خلال الدين من أجل أن يثيرون شيء في نفوس المتلقي مثلا العراق حاليا بعد ما حصل من حرب ودمار نسبة الأمية ونسبة الجهل بدأت في التصاعد في البلد وقلت مستويات التعليم أصلا وفرص التعليم أصلا أصبحت ضئيلة جدا فخطابات مثل هذه وملئة بالخرافات ممكن أن تصل لعقول متلقيها وخصوصا إذا كانوا غير متعلمين ويمكن أن تؤثر فيهم بصورة كبيرة جدا إذن كأنك تريد أن تقول أن هذا الخطاب المحشو بالخرافات لكسب العوام وكسب كذا لدين ربما لا يحترم العقل ولا يحترم الكذا وبالتالي يمكن أن يقاد إلى أي مصير شكرا لك سأأتي إليكم كيف نحرر الخطاب الديني من الخرافة ولماذا هذا الإصرار من البعض على ربط الخرافة بالدين فضل أستاذ إذا لاحظنا أن بعض رجال الدين يتبعون أن تديون عن طريق التقليد واتباع أقوال الآخرين فإجب على بعض رجال الدين أو رجال الدين أن ينتقلوا إلى الأبحاث والقراءة العلمية لأن إذا تصادم العلم مع الدين الناس ينفضوا من الدين ويتقوه إلى العلم النوع الآخر لمحاربة الخرافة وإنشاء مؤسسات علمية أكاديمية تختص بهذا الموضوع بشكل شرعي ماذا تعمل هذه المؤسسات؟ تدرس الخرافة تدرس الخرافة وتذهب إلى القانب الاجتماعي والنفسي والسياسي في وقت وقوع هذه الخرافة هل تعني نبشة تراث؟ نعم شكرا لك فضل أستاذ أستاذ مسألة الخرافة كما ذكرها بعض الأخوة أنها مكون أساسي من مكونات الدين هذه تحطم الدين تماما وتبدده تماما لأنه إذا كان مكون أساسي من مكونات الدين هي الخرافة فما فائدة المكونات الأخرى إن كان جزء منه غير صحيح وغير عقلاني هذا رأيه أنا لا أتكلم عن الرأي إذا أنك ترى أن الخرافة ليست مكونات الدين الخرافة ليست مكونات الدين بري من الخرافة نعم طيب عني ذنك هناك ممتاز لدينا في التراث المقام المقام من الوقت لا يتسع تمام تفضل لدينا في تراثنا كثير من الأشياء بل بعضها روايات من يقول منها صحيح ومن يقول أنها حسن ومن يقول أنها مقرورة وهي تعزز الخرافة ولولا ضيق الوقت لا سردنا لك ما الحل؟ الحل أولا التأكد من المصادر الحقيقة ممتاز واحد اثنين ثانيا الوعي الكامل بمسألة الدين ومسألة العلم طيب عندما أرىها دين تمام دين أبحث هل هي صحيحة أو مخاطئة أو ضعيفة وقدتها مثلا حسنة أو صحيحة وجدتها صحيحة صحيحة بمعنى أيش صحيحة فيما يقال بأن هذه الرواية صحيحة ماذا أفعل؟ لنفترض نعود إلى بئر برهوت طيب لنفترض أنها صحيحة رواية 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 تقول صحيحة لنفترض أنها صحيحة عن إذنك رواية تقول صحيحة قال العلم دحضها تماما من تقدم الرواية إلى العلم؟ أنا لم أرى لم أرى مسألة مثل هذه لم تطلع؟ اعطني مسألة ثم أنا ممكن فيما لو مثلا؟ فيما لو لو ما تأتي نفكر فيها أساسا ألف وخمسة فيما لو؟ ألف وخمسة مئة عام ولم تحدث مثلا ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة طبعا هي كانت في قوم مخصص من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة كانت للمجوسيين عندما ولوا ابنك كسر ألم ندرس العبرة بعموم اللفظ؟ لا بخصوص السبب؟ تمام طيب المرأة هي بطبيعتها بتفكر طبيعتها عاطفية يا أخي قد أفلح قوم ولو أمرهم امرأة التي أنشأت وكان صحيح امرأة ليس الحكم لها كما رأينا وشاهدنا هناك صحيح هناك دول أميقة في كل هذه المرأة سؤال إذا صحت الرواية وبطلت علما وتقربة نواة وإلى آخره إلى الآن لم أرى وكما ذكرت في موضوع المرأة شكرا لك باختصار تفضل دولة عميقة تفضل سريع أنا من رأيي أن في زماننا هذا أصبحت الخرافات يعمل بها الكثير من الناس فمثل اللي سمعناه في شاشة التلفاز الذي يقول أن فيهم الحيوانات عدوه لها البيت وهذا من الخرافات يعمل بها كثير من الناس الحل فأنا من رأيي أن كثير من الناس في زماننا يحتاجون الوعي والعلم شكرا لك الوعي والعلم إذن ذكر الأخ الكريم مراكز تحقيق وتدقيق وذكر الوعي والعلم وإلى آخره تفضلي سادة في عندك رئي شيء في حد يريد أن يقول شيء كيف نخفف ارتباط الدين بالخرافة أنا بتوقع المفروض نميز بين الخرافة والغيبيات كيف نميز حقيقة مختلفين جدا غيبيات واضحة مذكورة بالقرآن واضحة كيف بالقرآن إذن حلو إذن ما ذكر في القرآن الكريم مثبت غيبيات لكن المشكلة في التفصيل المشكلة أن الآية تأتي مجملة فيأتي مفسرون وشارحون ويدخلوا في التفاصيل إلى درجة على سبيل المثال يذكر شيء أحيانا إجمالا ذكر في السنة إجمالا موضوع عذاب القبر إجمالا وإذا بنا نرى في الخطاب الديني تفصيل التفصيل عن عذاب القبر وكأن شخصا دخل وصور وكتب تقرير وطلع ونشر لنا هذا الكلام تسأله هل هذه آية قل لك لا حديث قل لك لا صحيح صحيح من أين الحل نستفتر قلب والدين دائما شكرا لك نرجع تفضل 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 سريع ما عليش أنا أسف الحلقة من الحلول والوقت تضيق تفضل من الحلول علينا أولا إنشاء عقل إسلامي وعي إذن الوعي يقرأ قبل أن يصدق جميل إذن التدقيق والتحقيق والوعي وممتاز تفضل كيف نحرر الخطاب الديني من الخرافة أنا قد أجبت على هذا السؤال العلم بالعلم لكن أنا عندي إضافة بس وتأكيد على نقطة ذكرها فضل كيف أن وأنه لا يوجد تعارض بين دليل شرعي ديني قطعي ثبوت وقطعية دلالة مع نص علمي ما تحت ذلك يحتمل جميل ما عدا ذلك يحتمل يا سلام ممتاز فضل رأيك طبعا العلم قطعية ثبوت قطعية دلالة هو القرآن الكريم وبعض آياته جميل لا 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 ليس قطعية ثبوت وقطعية دلالة سآتي سآتي إذا كان هناك حقيقة علمية وهناك يعني دليل يعني مذكور في الدين أو كذا هنا نعود إلى الأولوية مثلا ما جاء في القرآن ربما الحقيقة هذه العلمية أو لا تكون حقيقة علمية إنما بحث تحتمل الصحيح والخطأ لأنها من قول البشر لكن القرآن الكريم لا يحتمل الصحيح والخطأ جميل فهنا نعود إلى الأولويات إذا كان في أمر لا يخص العقيدة أو ليس أمرا مفصليا في الدين فهنا إذا كان الحقيقة العلمية نحيله إلى العلم نعم نحيله إلى العلم وتخصص نعم والبحث ممتاز نعم شكرا لك فضلك طيب عندما نتكلم عن مسألة القرآن والسنة الصحيحة المتواترة نحن صلينا العصر أربع ركعات جميعنا يعني وأنتم معنا فإن كانت إن كنا أدينا الصلاة بكامل شروطها وأركانها والنية الصحيحة والخالصة فهل هي صحيحة مقبولة نعم نعم هذا من وجهة الضري طيب صلينا أربع ركعات من أين أتينا بهذه إن لم يكن من القرآن إن لم يكن من السنة اتفقنا لا لا فرق ما بين شيء لا فرق نعم السنة الصحيحة يقولون ما تواتر فعلا عن فعل أمة عن فعل أمة يختلف تماما عن الروايات وكثير من الأشياء شكرا لك الحديث يطول فعلا دكتور سمعت أريدك الآن أن تنهي في ما يتعلق بي كيف نحرر الخطاب الديني من الخرافة أولا الرسالة للفريق الأول أنا دائما أخاطب فريقين فريق يرى أن الدين خرافة وهؤلاء أريد أن أوصل لهم رسالة أنه جزء من هذا الإيمان هو ضروري للإنسان الفيلسوف الفرنسي فولتير وهو رائد الثورة الفرنسية وأهم الشخصيات الفلسفية في تاريخ فرنسا كلها والذي اشتغل أيضا على محاربة الخرافة ألا أن له كلام في كتاب رسالة في التسامح الخرافة أفضل من الإغراك في الإلحاد لماذا؟ لأن كمية الإجرام كما يراه المنبني على الإلحاد ستكون أكبر لدرجة أنه جون لوك الإنجليزي يقول أن هؤلاء لا نسمح لهم بالعيش في مجتمع واحد يعني من تعصب ذاتهم لأنه لا يوجد لديهم سكف يؤمن به وبالتالي ليس هناك كوابح أو بوابط ما هو القسام الذي سيقسمه هذا الرجل يعني على أي شيء غيبي فهذه النسبة التي أنا أقولها من الإيمان كيف نحرر دكتور؟ أما نحرر في الخطابة الديني كما قلت نعود إلى ما قالها السابقون أن لا نعتمد في العقائد التي تتسرب منها الخرافة إلا ما كان نصاً إذن واحد في العقائد ما كان قطعية ثبوت قطعية دلالة بس قطعية ثبوت بمعنى أنه متواتر على شان الجدل عند الأخ أنه لا توجد رواية واحدة قولية متواترة خذ هذه من الأخير ولدي كتاب كامل في هذه المسألة لفظ قولي أقصى ما يقوله من كذب علي فليتبأ من قعده نهار وهذه لم تصل إلى العدد التواتر الكبير لكن فلذلك قالوا أن النص العقائدي أخذ من القرآن الكريم هناك عبارة واضحة للشيخ محمد شلتوت نعم الثاني بعد أن نحدد هذا النص لا نتحدث في العقائد إلا ما كان واضحا تماما في دلالة يعني مثلا كما قلت في البداية أن مسألة الجن بتسرب منها مسألة السحر استخدام للجن مسألة العلاج بالقرآن مسألة العين مسألة كل هذه خرافات والتمادي فيها نعم لأن النص القرآني حسن مسألة الجن عالم موجود نؤمن به ولكن قالك يزين ويوسوس وفقط أما تزاوج وأما أنه دخل في داخل الإنسان وبدأ يتحكم بإرادته وهذا الكلام كل هذه من الزوائد التي لا أساس لها والتي سمحت وفتحت الباب للخرافة الدينية هنا فقط تعليق دكتور أنا ترى أن هنا من حق الناس عن ذنك البعض يعيش على الخرافة يعيش لكن لا نعززها بالدين نعم يعني بس عن ذنك من أراد أن يعالج ما يسمى بالطب العربي أو غيره فاليعالج هي نوع من الأعشاب وإلى آخر لكن أن يخضع الناس تحت مسمى أن هذا طب نبوي وأنه طب قرآني نوع من أنواع الإرهاب والسيطرة والخرافة نعم لكن أن يعالج يقول أنا أعالج بالأعشاب ما في مشكلة فضل يعني هو فيها إساءة صحيح للدين ولكن ما يترتب على الخرافة منها ما هو ضار مباشر بالإنسان مباشرة يعني أضرب لك مثال كان لدي خبرة في مجال العلاج النفسي أو اشتغلت في هذا المجال فترة المريض النفسي المصاب بالفصام لا يأتي مباشرة إلى الطبيب النفسي لكي يعالج حالته صاحب الفصام كلما تأخرت حالته كلما تدهورت وكلما صعب أن يعاد إلى الحالة الأولى لأنه يحصل للتدهور لا أحدهم هذا الكثير فعندما يذهب إلى يعالج بالقرآن ويصير يعالج عند السحرة تكون المدقة الطالة فيكون هناك ضرر فهذه خرافة تضرب مباشرة فيه ضرر أخف وهي ابتزاز مالي للناس عن طريق اللي يعالج بالقرآن جميل كان في واحد يعني أثناء الجدل لا قصدي عشان تنهي كيف نخفف الخرافة في موضوع أثرها في الدين إذن قلت واحد في موضوع هذا كلام مهم نختم به العقائد نحدد حدود واضحة للوحي الذي نحن نؤمن به ونصدق إذن واحد العقائد لا نقبلها إلا من قطعيات الثبوت والدلالة وهذا لا ينطبق لأعلم الثنين الوحي ما ذكر وحيا أن يكون قطعية دلالة نعم الثنين ما ذكر وحيا يبقى كما هو وحيا لأن الخرافة أحيانا تتسلل من تفسير هذا الوحي نعم من هذا التفسير فما كان واضحا في تفسيره بما يسمى قطعية الثبوت فهذا الذي نعتمده ونؤمن به فنحن مثلا وجود عالم جن هذا قطعية الثبوت لكن أنه يأتي واحد خلاص بقي التفاصيل ثالثا في موضوع كيف نخفف أثار الخرافة يعملوا العقل بدرجة أكبر نحن للأسف في الفكرة الإسلامية نفترض أن العقل سبا أو أنه شيء سلبي إذن العقل ثالثا والعقل هو مكمل للوحي وبدون العقل لن نؤمن بالوحي أصلا لأنه نريد للأسف الخطابة الدينية المعاصرة يريد أن يجعل الوحي هو المفسر لكل ما في الوجود وهذا غلط هو قال منطقة الوحي سأعطيك الإجابة على ما لا يستطيع عقلك أن يصل إليه وهي هنا ثم بقية ما موجود في القوانين شغل عقلك شغل عقلك ولهذا ذكرت أكثر من 529 مرحي وهذه القوانين موجودة قوانين في الطب في الهندسة جميل رابعا دكتور رابعا هذه النقاط الأساسية حتى لا يتشتت المستمع في معالجة الخطابة الدينية لا نأخذ عقائدنا إلا ما كان قطعية ثبوت قطعية دلالة نعم إثنين الوحي يأخذ في إطاره وفي حدوده أعمال العقل ثالثا إعمال العقل ونضيف أيضا نشر العلم والتوعية كل هذا يندرش تحت أعمال العقل أيضا لا ترى أن النهضة العلمية عفوا التنمية الشغل بالتنمية الشغل بالتنمية بالتصنيع حتى إن شاء الله كما يقال بالزراعة بي 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 تخفف كثير من الخرافات لأن الفراغ مشكلة فيها نعم 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 لاحظ المجتمعات التي تشتغل كثير تتخفف عند هذه لأنه لا مكان الخرافة بها ننطلق في التنمية فعلا فعلا برغم أنه يعني كما قلت لك لا يوجد مجتمع صحيح إلا وعند هذه ولهذا لا يمكن لشاب ونبدأ بالتخفيف فيما له علاقة مباشرة بالضرر على الإنسان بالضرر يعني شوف مثلا العين هذي كان بسبب من المشكلات والناس لازالوا مؤمنين ومتمسكن برواية وكذا لا تستطيع أن تقول لطفل صغير ما أجملك وما أحلى أوه ما البدل هذا الحلوى صرع عين ندري أشي حصل له تضطر أن تلقى طفل أو تلقى حاجة جميلة تصمت بس شكرا لك دكتور يؤصف هنا دكتور أن الوقت كلما كانت الحلقة قامدة كلما كان الوقت أضيق خرافة شكرا مشاهدين الكرام نؤكد على أن من أسباب ارتباط الخرافات بديننا هي الإيغال إيغال المشايخ والوعاظ في التفاصيل العلمية تحت مبرر تفسير النصوص والإعجاز العلمي يعني أحيانا آية مجملة يجب أن نتوقف عندها مجملة كما ذكرها الله عز وقل الإيغال في تفسيرها وتفصيلها ربما يقودني إلى الخرافة كذلك جعل تفسير البشر حق على القرآن الكريم دخلت على بعض مواقع الملحدين أنا كنت أتوقع أنه له رؤية في موضوع الآية وإذا به يستند على تفسير فلان على أنه قال في تفسير هذه الآية كذا إذن أنا سألحد لا وهناك التعصب أيضا الطائفي المذهبي والجماعات والحزبي وغيره وعليه فإن الحل هو اليقين بأن القرآن الكريم هو المهيمن والحجة على دين الله وأن الروايات يجب أن لا تتعارض معه مطلقا وأن ما أجمله الله يبقى مجملا وما فصله البشر وفسروه يبقى اجتهادا بشريا يؤخذ منه ويرد وأن تحقيق التراث وتدقيقه وتنقيته مما شاب فيه من روايات وخرافات أصبح ضرورة ملحة ينبغي أن تقوم به مؤسسات بحثية علمية متخصصة في شتى العلوم والمعارف مشاهدين الكرام لا يسعنا في نهاية حلقتنا عن الخرافة والدين إلا أن نشكركم كثيرا كما نشكر ضيفنا الدكتور عبدالله القيسي ونشكر الزملاء الكرام والجمهور الرائع جميعا على هذه الإثراءات كما نشكر أيضا فريق عمل البرنامج وإلى أن نلتقيكم مساء السبت القادم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مثار جدل نستودعكم الله وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر